اختمت اعمال الملتقى الخليجي الرابع لتخطيط الاستراتيجي الذي حملت دورته الحالية عنوان الهواجس الامنية وقد عمد المشاركون في اليوم الثالث والاخير من الملتقى الى طرح العديد من القراءات الواقعية حول مواضيع الفقر والامن الغذائي الى جانب الاستفاضة في مناقشة ضرورة ايجاد مصادر جديدة وبديلة تدعم ركائز الدخل الوطني وغيرها من المواضيع ذات الاهمية البالغة التي تستشرف المستقبل الامثل للشعوب الخليجية واشار الحضور الى ان الملتقى خطوة جادة لوضع الخطط الاستراتيجية لمواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط في الاوينة الاخيرة حيث لم يعد الهاجس الامني مسؤولية الحكومات فقط بل المجتمع ككل لتوفير مستقبل امني لدول الخليج العربي بالنسبة للامن الاجتماعي اراه المنطلق وهو الهدف في النهاية ان نحقق للفرد الشعور بالامن لكي يشعر بالانتماء لكي يشعر بالولاء لكي يشعر بالاخلاص اذا قويت شعور الفرد بالامن الاجتماعي يتسكر اي مدخل ثاني جانبي ممكن يدخل منه محاولة لتقليب لتجنيد لتسخيرة في ضرب وطنه موضوع الفقر من الموضوعات الهامة جدا في المجتمعات الخليجية واللي يجب التركيز عليها صحيح ان احنا لم نصل كمجتمعات خليجية الى خط الفقر لكن لابد نضع في الاعتبار ان خط الفقر هو قريب جدا من خط الفقر الامني ولابد الرابط ما بينهم لضمان امن واستقرار المنطقة بشكل عام طبعا في الخليج العربي خصوصا في الفترة الاخيرة انواجه كثير من المشكلات الاقتصادية العزمات خصوصا في ظل هبوط اسعار النفط بشكل فجائي وهذا الشيء ادى الى تخفيض الانفاق بشكل عام في عدد من دول خليجية والى دراسة تخفيضة في دول اخرى